هنا في مخيم مرج الخوخ للاجئين السوريين جنوب لبنان تسيطر حالة من الخوف المتزايد على قاطن المخيم الذي يبعد كيلومترات قليلة عن الحدود حيث التوترات الأمنية على أشدها بين حزب الله وإسرائيل يوما بعد آخر يتسع نطاق الخطر في وقت لا يملك فيه هؤلاء رفاهية الانتقال إلى أماكن أكثر أمنا جراء أوضاعهم الاقتصادية الصعبة الأصف حوالينا ما يبعده مرات 500 متر عندنا النسوان صار مع مرض الأولاد صار مع مرض عايشين حياة تعيسة جدا 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 ما في مكان نلجأ لألو مخاوف كثيرة تحاصر اللاجئين السوريين هنا بعدما تكررت الاستهدافات الإسرائيلية تجاه مراكز عملهم في الحقول والمصانع وأثناء تنقلاتهم في الكثير من النقاط الحدودية في الجنوب وبلغت حصيلة الضحايا في صفوفهم حتى الآن ثلاثين قتيلا بحسب البيانات الأحصائية عدد الشهداء السوريين في الحرب بالجنوب من بدايتها حتى اليوم موسى إلى ثلاثين من مجموعة خمسمية وثمانا وتسعين السبت العندد الأكبر كان نهار السبت الماضي السقط بالقصف الطيران لوادي الكفور قرب النواطية عشر شهداء السوريين العدو الإسرائيلي عم يستهدف أماكن معينة عم يكون فيها السوريين بعض الأحيان عم يستهدف دراجات نارية عساس أن حزب الله يستخدم هذه الدراجات ويكونوا مواطنين سوريين ومما يزيد معاناة اللاجئين هو تخفض رعاية الصحية المقدمة لهم من الجهات المانحة في ظل القصف الإسرائيلي المتكرر الذي أدى لسقوط جرحا منهم هربا من الحرب في بلادهم اختار ألف اللاجئين السوريين جنوب لبنان وجهة لهم لكن المواجهات الدائرة على الحدود بين حزب الله وإسرائيل أعادتهم إلى أجواء الحرب مجددا ليعيشوها بأدنى المقاومات في ظل عدم قدرتهم على ممارسة حقهم في النزوح إلى مناطق أمينة صباح يسين ترتي عربي من مخيم مرج الخوخ للاجئين السوريين في مرجعيون جنوب لبنان